تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلسة خاصة بداء للإغلاق الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة الأعياد اليهودية بعد تعليق قرار الإغلاق الليلي الشامل الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء حتى نهاية العام الجاري ووفقاً للخطة المقترحة التي أعدتها وزارة الصحة وحولتها لوزراء الحكومة سيدخل الإغلاق الليلي المحدود حيز التنفيذ مساء الخميس مع إضاءة أول شمعة في عيد الأنوار حانوكا على أن تستمر التقييدات حتى الثامن عشر من كانون الأول الجاري أما في التجمعات السكنية والمناطق التي غالبيتها يهودية سيتم منع الإقامة والمكثي في منازل غير أماكن إقامتهم فيما سيتم فرض الإغلاق الليلي المحدود خلال الأعياد المسيحية في البلدات العربية